اليوم سأتكلم عن جاكما مؤسس مجموعة علي بابر اللي تحتها عشرات الشركات المليارية سواء داخل الصين أو خارج الصين طبعا جاكما الذي ولد في بيئة عادية أو ممكن تقول عنه أقل من عادية دخل مدارس عادية فشل أكثر من مرة في مرحلة المدرسة أي ما قبل الجامعة في الصين عشان تدخل الجامعة لازم هناك اختبار اختبار اسمه قاوكاو فشل أيضا في اختبار القاوكاو طبعا بعد عدة محاولات هو النجاح في اختبار الجامعة لكن هذا النجاح ودى إلى جامعات متوسطة فتعليم عادي بيئة عادية جدا غير مشجعة بالرغم من فشل جاكما ثلاث مرات في امتحانات المتوسطة وأيضا امتحان الجامعة مرتين فشل في امتحان الجامعة في الأخير هو دخل إلى جامعة متوسطة اللي يسموه خانجو شرفانتاشة خانجو نيرومان يونيورسيتي هي من النوع المتوسط لدراسة اللغة الإنجليزية كان عنده شغف كبير في اللغة الإنجليزية إلى درجة أنه يوميا لمدة أربعين دقيقة رايح جاي أربعين دقيقة رايح واربعين دقيقة جاي وين يروح؟ يروح إلى فندق خاص بالأجانب يقدم لهم خدمات الترجمة والإرشاد بالمجان فقط من أجل إتقان اللغة الإنجليزية طبعا بعد تخرج جاكما من الجامعة هو يقول قدمت لأكثر من 31 وظيفة كلها تم رفضي قدمت للجامعات الأمريكية للدراسة كلها تم رفضي قدمت 16 مرة للهجرة إلى أمريكا تم رفضي قدمت أنا ومجمعة من الناس 24 شخص في مطاعم كونتاكي 23 تم قبولهم وهو الوحيد الذي تم رفضه قدم للتطوع لدى الشردة الصينية أيضا تم رفضه بسبب أعتقد الطول فكانت حياة مهنية مليئة بالفشل والرف وطبعا لما سألوا المنذيع قالوا إيش كان إحساسك لما كنت تقابل الرفض والإحباط والفشل جاب جملة جميلة جدا يقول عشان ننجح يجب أن نعتاد على الرفض كثير من الناس يقول لك لا أنا أكبر من هذا ما راح أحاول مرة واثنين أخذ يرفضوني هو يقول يجب أن نعتاد على الرفض وفي رواية وفي مكان آخر يقول يجب أن نعتاد على الرفض نح لسنا جيدين بما فيه الكفاية طبعا جاكما في النهاية توفق بالحصول على عمل بسيط كمدرس اللغة الإنجليزية قبل أن يتحول واحد من عمالقة التجارة إلكترونية طبعا قبل تأسيس موقع البابا كان هناك عدد من المشاريع التي أسسها جاكما نفسه أو عمل فيها كجزء من فريق من المشاريع اللي أسسها هي كانت مؤسسة مخصصة للترجمة من المشاريع اللي عمل فيها هي china pages dot com china pages dot com كان فكرة شبيهة بعلي بابا لكن كانت مختلفة نوعا ما فكل المشروعين طبعا فشل عمل أيضا جاكما لدى الحكومة الصينية في مركز التجارة الإلكترونية التابع للحكومة الصينية طبعا ما استمر طويلا هو استقال وانتقل مباشرة لتأسيس علي بابا dot com طبعا بذرة هذا المشروع مشروع علي بابا dot com علي بابا استقال من جميع المشاريع الخاصة اللي فشلت أو المشاريع التي عمل فيها كانت تابعة للحكومة الصينية بعدين جمع كل أصدقائه المقربين المؤمنين بالفكرة كان الاجتماع في شقة علي بابا تم عرض الفكرة وتم جمع الأموال الشخصية تقريبا كانت ما بين خمسين إلى ستين ألف دولار وبدأت فكرة علي بابا dot com طبعا علي بابا قال أنه أول ثلاث سنوات لم يربحوا ولا شيء كان يقول أريد أربح ثقة الناس كان الانترنت ما زال في بداية وكان في تخوف كبير في الصين من الانترنت وأيضا في تخوف أيضا وعدم انتشار الانترنت من العالم الخارجي والتعامل من خلال الانترنت فقال أنا كل همي أن أربح ثقة الناس فهنا قاعد يتكلم على استثمار في المستقبل وعدم الاستعجال وللعلم أن الشركة علي بابا هي شركة يابانية في الأصول وليست صينية والسبب في ذلك أن أكبر مستثمر في هذه الشركة هي شركة سوفت بانك اليابانية تمتلك تقريبا أكثر من 25% كحصة من مجموعة علي بابا هي استثمرت في بداية الشركة نسبة جاكما لا تتجاوز 4% بالتالي هي ليست شركة صينية هي شركة يابانية أول مستثمر هي شركة سوفت بانك اليابانية وبعدين هناك رجل أعمال تايواني وبعدين يأتي جاكما في المستوى الثالث اللي هو 4% هذه رسالة لكثير من الناس اللي يقول أنا لازم أكون 100% أو لازم أكون حتى 50% فكروا بشكل كبير ودرسوا المواضيع وكيف تخلوا مشاريعكم مليارية و4% قد تكون 200 مليار دولار وأكبر بعد النجاح الكبير اللي حققوا موقع علي بابا علي بابا فكر بالتوسع لسوق المحلي داخل الصين وقام بإنشاء موقع اسمه تابا.com المفاجأ يا جماعة أنه كان هناك وباء وباء سارس اللي ضرب الصين 2003 والصين سكرت المصانع والمكاتب أصيب العمال الشركة والموظفين بالإحباض ونوع كذا من الفشل لأن مازالوا في بداية الأرباح قاموا كذا فعلوا مشروع جديد اسمه طوباو.com لخدمة الصينيين لكن سرعان ما وجدوا أن هذه فرصة كبيرة جدا لانتشار هذا الموقع وفعلا هذا الفيروس سارس اللي حبس الناس في البيوت كان سبب لنجاح ثاني مشروع من مشاريع مجموعة علي بابا اللي مشروع طوباو.com لأن كل الناس في بيوتها كان المشروع مازال في مرحلة التطوير قام جاكما بأخذ المطورين إلى بيته عشان يخلص المشروع ويتم إطلاق المشروع في الوقت ونجاح المشروع نجاح كبير فهنا رسالة رسالة هنا كيف نحول الأزمات إلى فرص بعد هيمنت مجموعة علي بابا على التجارة الدولية والتجارة الأكترونية داخل الصين توسعت المجموعة في الخدمات السحابية خدمات الفيديو خدمات التسويق البنية التحتية الرياضة عمليات السياحة والتذاكر والسفر فتوسعت بشكل كبير إلى أن أصبحت مجموعة فيها عشرات الشركات المليارية الجدير بالذكر أن مجموعة علي بابا هي صاحبة أكبر اكتتاب في تاريخ العالم إلى لحظة تصوير هذا الفيديو تعلمنا قصة جاكما أن الشخص العادي يستطيع أن يرتقي فوق كل القيود إذا يمتلك الشغف والهمة والطموح وتأكدوا أن جاكما في الأخير لم يكتب كودا برمجيا واحدا ولا بيقوم بعملية بيء واحدة إن شاء الله تكون استفت من قصة جاكما الملهمة وتكون سبيل لزيادة الطموح وتحقيق المزيد من النجاحات إذا عجبتك القصة واستفدت منها بإمكانك مشاركة هذه القصة مع غيرك وأشوفكم في فيديوهات قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة